بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الأخ العزيز الدكتور سالم محمد مالك حفظه الله المدير العام المنظمة الإستسكو معالي الإخوة الذين شرفون والأخوات بحضورهم في هذه الصبيحة المباركة لإطلاق هذا الفضل الذي هو بحمد الله تعالى ليس سوى المقدمة لفيد آخر آتل انطلاقا من الاستحضار والاستذكار لكون أغلب الأضرار التي وقعت على البشرية إنما هي أضرار ناجمة من قفو ما ليس للمرء به علم وهو كما يعلم الجميع أمر قد ورد بشأن التحريم حيث إن قوله جل وعز ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لم يتصل بهذا النهي من القراء ما يصرفه من الحرمة إلى الكراهة فبقي على حاله من الحرمة أي لا يجوز حرام أن يقفو الإنسان ما ليس له به وكما تقدم فإن جل الأضرار التي أصابت البشرية إنما نجمت من قفو ما ليس للناس به علم سواء في مجال الطب حيث كان من السائد أن يتطاول أناس ليس عندهم علم الطب يزعمون أنهم قد ورثوا علوما للطب فيسيئون أكثر مما يصلحون كذلك علم الصيدلة حين كان الناس يتطاولون ويعطون عقاقير كانت تضر تضر أكثر مما تنفع أيضا حين نتتبع مسيرة التعرف على الكون من حولنا سوف نكتشف أن التمثلات للكون كانت تعتريها أضرب من الغرابة حيث من الناس من يقول هناك سمك اسمه البهموت يحمل هذا الكوكب ومنهم من يقول أن الأرض محمولة على قرني ثور ويعني نقل هذا الكرة من قرن إلى قرن هو الذي يصيب العالم بالزلازل ومنهم من يقول إنها مسطحة وكل هذه تمثلات ناجمة عن القول بغير علم ناجمة عن الترامي على مجالات لا يضبطها هؤلاء القائلون العلم العلم وحده أيها الأحبة وهو الذي يمكن من إزالة هذه الدعاوى من دوائر التأثير حيث تعرض الأمور على ما هي عليه ولذلكم بشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يحمله من كل جين عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغطلين وتأويل الجاهلين أي أن هذا الأمر بناء بني الإسلام تنقض عرى هذا الدين أي أنه عروة عروة أي أنه بناء وهو بناء حسن جميل كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يمكن من وضع الأمور في مواضعها ومن أعظم الفتن تحريف الكلم من بعد مواضعه في عالم البيوكيميا حين تكون عندك مركبات دوائية هذه المركبات تخضع لهندسة حين نغير هذه الهندسة يسمى هذا المتماكبات ايزوميرز لزيزومير باللغة الفرنسية نغير الهندسة يصبح هذا المركب ثم لا لشيء العناصر هي نفسها لكن حين تغير الهندسة ويغير الكلم من بعد مواضعه يصبح ثم زعافة لذلك كان لابد من الاشتغال لتوضيح السردية الأصيلة للدين أي هذه المقاصد والتي اشتغلت عليها أجيال علماء الأمة لقرون حتى أصبحت بفضل الله تعالى مبلجة وواضحة إذا ثبت معنى الكون فإنه لا يمكن لزاعي من أن يزعم أنه على قرن ثور أو أنه بهذه الشاكلة وعلى هذه الشاكلة تكون الكلمة الأخيرة لما قد نقشته الاستكشافات وجلته الأبحاث وأضربه الحفر لكي تصبح صورة الكون يعني محددة ويضيق مجال الاختلاف دين الله عز وجل بجهود العلماء قد كان كذلك أي أن الجهود قد ضيقت دوائر الاختلاف ودوائر التراشق والرمي بالضلال بحيث حين تتضح هذه الصورة الكلية تكون بمثابة الصورة التي يبنى عليها البازل تصوروا معي بازل أي صورة مقطعة مكون من 140 ألف قطعة وبالمناسبة هذا هو عدد النصوص التي يحوم حولها اجتهاد المجتهدين في الدين نحن نتكلم عن أزيد من 140 ألف نص إذا لم تكن عندك الصورة الأصيلة الكلية كيف سوف تضع هذه القطع لكي تحرر لك الصورة الكلية والتي غايتها القصوى ومقصدها الأكبر هو الإسعاد طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقه لكن هذا التحريف للكلمة عن مواضعه وتناول النصوص من غير هدى دون أن تكون عندنا الصورة الكلية فهذا يؤدي إلى ما رأيناه أدى إلى أضرب من الإبادات باسم الدين أدى إلى اختطاف كلمات الله عز وجل وإعمالها في مصارات تلهب مشاعر الناس وتزج بهم في المحارق لا ليس هذا فقط إنما تزج بشعوبهم وتزج بالعالم أجمع في المحارق لماذا؟ لأن الكلمة لم تكن للعلم كما قد أورثه الله عز وجل للإنسان في رسالة الخصف حيث إن الله عز وجل يقول من بعد ما جاءك من العلم العلم بالألف واللام يفيد هذه المعاني التي فيها الرؤية الكلية التي تمكن من وضع الأمور في مواضعها قد عرفوا الحكمة بأن وضع الشيء في موضعه بمقداره وفي إبانه هذه الموسوعة المباركة إنما هي في محلها لأن هذه الشراكة بين الرابط المحمدي للعلماء ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إنما هو تأدية من هاتين المؤسستين المباركتين لمهامهما بامتياز أي إظهار هذه الصورة الكلية وتقاسمها مع دول العالم الإسلامي عبر هذه القناة المباركة لكي نتملك حقيبة عدة تمكننا ليس فقط من الوقاية من خطاب تطرف الإرهاب وإنما من التمنية تمكننا من التمنية إيميونيزيشن والتمنيع لا يكون إلا من خلال بناء القدرات الداخلية لدى مختلف أجيال الأمة استحضارا للحقيقة الآتية وهي أن المجتمعات التي نتكلم عنها ليست أمورا فيها هذا التجلي للأوحدية كما لو كانت المجتمعات بشرا له عينان وله أذنان أشير إلى هذا الكائن الذي هو المجتمع فينظر إليه أو أخاطبه بالمقال فيستمع إليه المجتمع له آذان من طبيعة أخرى المجتمعات لها أعين من طبيعة أخرى ينبغي أن نتعرف على هذه الكيانات الاجتماعية كما هي بمختلف تمظهراتها المجتمع ليس كتلة المجتمع عبارة عن عائلات وهذه العائلات متفاوتة ومن حي إلى حي آخر تجد مفارقات بل في الحي الواحد في العمارة الواحدة الأسرة والعائلة ليست لها نفسه التجليات كيف يمكن علميا أن نقف على الخطاب الذي يمكن أن يوجه لهذه الكيانات الأسرية والتي المضغى التي انصلحت صلح المجتمع كله وإن فسدت فسد المجتمع كله بطريقة ناجعة الطفولة ما هي الطفولة حين نقول الطفولة وخطب الطفولة هل تنفع المحاضرات مع الطفولة لا والله لا لا بد من إعادة استرجاء فني اللعب والتلعيب لكي نخاطب وجدانات هذه الطفولة اليافعون واليافعات الشباب المؤثرون والمؤثرات الملهمون والملهمات المدبرون والمدبرات إلى غير ذلك من مكونات هذه المجتمعات إذا لم تكن العلوم وتكن التربية التي تنبني على هذه العلوم هي المنطلق لتعطير هذه المجتمعات فإن الكلام سوف يكون كلاما والسلام مثل الماء الذي يصب على صفوان وليس الماء الذي يصب على أرض بالمقادير المطلوبة لإنبات الغراس المطلوب والثمرات المرجوة التي يكون لنفع في الآجل وفي الآجل المؤسستان بالشروع في هذا المشروع الذي لم ينتهي الآن هذه المجلدات الثلاثة إنما هي مقدمات لما سوف يتلق عندنا موسوعة شاملة سوف تتضمن بفضل الله تعالى أجزاء عن الصرد الأصلية للدين عن هذه الصورة الكلية التي نتحدث عنها حتى تكون هذه المنظمة مع علماء الأمة قائمة بل أقول قوامة بهذا الواجب التأطير وهي كالعادة قوامة بأماناتها بفضل الله تعالى على أكمل وجه سوف تتلوها أيضا جملة من الدلائل وهذه الدلائل بالمناسبة لا يمكن أن تكون دلائل كلية بل لا بد أن تكون دلائل مكيفة وفق السياقات التي ينبغي أن تعمل فيها فالسياق المغربي ليس هو السياق الجزائري وليس هو السياق التونسي وليس هو السياق الفلسطيني ولا العراقي ولا السوداني ولا غير ذلك من بلدان العالم فابتبع لا بد أن تكون هذه الدلائل فيها ومش للتكييف والتكيف مع السياقات التي يرجى إعمالها فيها لأن ما يكتسب الطفل الذي تريد تمنيعها أو الطفلة التي تريد تمنيعها من أسرته لا بد أن يكون حاضرا لكي يستعمل في الخطاب التأطيري مع هذا الطفل وإلا فإن هذا الخطاب سيمر من فوق رؤوس الناشئة فإذا نحن بفضل الله تعالى حين أطلقنا حين أطلقت المؤسستان هذه التسمية موسوعة فإنها بالفعل كذلك وإننا لنرنوا إن شاء الله أن تفوق الخمسة عشر جزءا بعون الله عز وجل وهو عمل متئد نريد وكما كان في المفتتح وبه يكون المختتم أن تدخل هذه الجهود إلى مجال العلم حتى لا يكون القفو لما ليس للعاملين والعاملات بعلم عبارة عن إعمال لجملة من الوثائق ومن الرسوم البيانية ومن الدلائل الخطابية والخطابية دون أن يكون ثمة هذا البناء المستدام الذي يشبه بفضل الله تعالى الحلقات المتماسكة لسلسلة واحدة نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الأعمال بالنجاح المرجو وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والمعول على إخواننا وأخواتنا الحضور كل من موقعه سواء كان موقعا مؤسساتيا أو كان موقعا ديبلوماسيا أو كان موقعا آخر أن يكون التضافر المسنفا أقول لهذه الجهود حتى يكون ما تفضل به أخي وسلفي معالي المدير العام يكون هذا الاستقرار بفضل الله تعالى محميا محافظا عليه محتفظا به بل منمى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر